وكانوا شوية رعاة غنم غلابة ولا على بالهم أي شيء صهرانين مع شوية الغنم اللي هما بيحرصوهم وفجأة فجأة الدنيا نورت وملاك طلع من وسط السماء واترعبوا وليهم حق يترعبوا وأي واحد مكانهم كان لازم يترعب لكن الملاك لما شافهم مرعوبين قال الكلام الجميل ده لا تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم مخلص ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب أنا مغلطش وأنا بقول مخلص مرتين لأنه الكلمة اللي احنا وإحنا بنحتفل في هذه الأيام بميلاد الرب يسوع كلمة المخلص مهمة جدا البشارة جاءت بأن هناك منقص جاي للبشرية طبعا كل واحد بيسمع كلمة مخلص بتتوقف على هو حاسس بإيه حاسس بإيه وعاوز مخلص عشانه هل كان بيدوروا على المخلص اللي هينقذهم من الاستعمار الروماني أو من الظلم الاجتماعي أو من الضغط الديني اللي كان عملاء المؤسسة الدينية بقيادة الكتبة والفرسين ولا الأمر أكبر من كده لأن المخلص جاء يخلص جميع الشعب كل الناس مين عاوز المخلص؟ الحقيقة البشر بيقسموا إلى ثلاث أصناف في قصة احتياجهم للمخلص احتياجهم للمخلص أقول إيه المخلص جاي ينقذ مش حاجة من خارج ولا حاجة زمنية لها وقته تنتهي أي استعمار لوقته ينتهي أي ضغوط اقتصادية لها وقته تنتهي ده جاي يعمل حاجة لها بعد أبدي خلاص ينتج شيء أبدي الناس في استقبالهم ثلاث أصناف يا ترى أنا محتاج مخلص وأنا عايش بلا إحساس ضمير ضميري ميت ودنيتي عايش فيها زمن عايز وبعمل اللي أنا عاوزه مخلص ليه؟ محتاج مخلص من إيه بمعنى أصح يخلصني من إيه؟ ما أنا فيش حاجة واجعاني ولا اللي بعمله غلط واجعني ولا اللي بعمله صح عاجبني وأنا عايش أهو عايشة يومين وخلاص مفيش حاجة بتوجعني لإني من كتر ما يعني عشت في الشر والغلط مفيش حاجة جواجعاني مش عاوز مخلص أعتقد دي الأغلبية من اللي نقدر نسميهم ملحدين النقطة دي أساسية مش شعر إنه محتاج لي ما عنديش عنديش تقنيب ضمير قصة عندي ماتت من زمان اللي عاوزه بعمله اللي في نفسي بعمله ما عنديش واجع عشان كده بصراحة أنا مش محتاج مخلص ده جزء ضخم جدا من البشرية بسبب استمراره في إنه عايش في المناخ اللي بيعمله زي ما عايز نسي أو قلبه تأسى ما عادش عنده ضمير مع إنه لو تاخد بالك حتى في في الأحداث اللي حاولينا نكتشف حاجة عجيبة إنه ما نشوف حتى حرامي رايح يسرع هتلاقيه بيبص صورة لو شفت واحد رايح مكان للخطيئة أي مكان للخطيئة رايح يعمل حاجة مش صح ليه بيبص صورة بيبص صورة ليه ليه بيبص صورة وليه بيجي خطواته سريعة لأنه عنده إحساس كده إنه في حاجة بيعملها غلط لكن مع الوقت تفضلي موت الحاجة اللي بتقوله أنت بتعمل حاجة غلط وبالتالي مش محتاج حد ينقذه من حالته اللي هو فيها كم من البشر في الجزئية دي ما نقدرش نعرف لكنه كمية كبيرة كمية كبيرة لا تحتاج إلى مخلص عشان كده لما تسمع عن قصة إله تجسد يعني إله ويعني تجسد ويعني خلاص كله بالنسباله على ما لهش معنى لكن جزء آخر وضخم أيضا من البشرية عنده هذا الإحساس بالتقنيب الضمير عنده هذا الإحساس بأنه بيعمل حاجة غلط بس في نفس الوقت عنده طريقة يحل بيها هو شخصيا عنده طريقة يحل بيها الإحساس بتاعي الحاجة الغلط العجيبة مبالح بس أنا كنت في مكان ما والمكان ما فيه موظف الموظف كان يعني مرتاشي يعني مرتاشي على نن يعني أرهمه يعني مرتاشي كأنه مش بيطلب مرتاشي على نن لكن العجيب أنه في أثناء ما الدنيا شغالة كده وده بيدي وده بيدي عدت واحدة ستة غلبانة فجئت بهذا الرجل المرتاشي على نن قام وخد فلوس وده ستة الغلبانة حاجة عجيبة جدا ما بين إنسان مرتاشي لكنه إنسان حاسس أنه بيدي وعاوز يدي الناس الغلابة في فيلم زمان في السينما المصرية جسد الحكاية دي اسمه الكيف طلع الناس تجار مخدرات لكنه فاتح بيوت غلابة قصة كده عجيبة عارف اللي وراها إيه اللي وراها إنه بيحاول يداري على إحساس الزنب لما بيقع في غلطة فعنده أسلوب فهو صحيح عنده مشاعر صحيح عنده إحساس بتقنيب الضمير لكن عنده الحل حل شخصي يعمله هو كتير من العبادات هي الحل الشخصي لحل المذنوبية عاوز يطلع برا المذنوبية يعني يصوم وقت طويل ممكن يدفع للناس الغلابة يدفع فلوس يصلي وقت طويل لكن في نفس الوقت يعني حاسس إن كده تمام أنا صحيح غلط لكن أنا سدد ومنطق ده غريب لو بصنا له حتى من وكة نظر الأبوة يعني أنا كأب لو عيالي غلط في وطلع برا البيت وزعلني يا ترى إيه اللي ممكن يبعتهولي يرضيني بيه يعني هل مثلا 2 كيلو تفاح امركاني مثلا يبعتهم لي فأنا يعني أسامحه يعني هذه العلاقة التجارية القائمة على فكرة إن أنا لما بغلط أو يبع عندي إحساس ممكن أدفع أنا التمن بس أدفع إيه يعني يعني فاكر أنا مثلا بطلع 100 جنيه وديه لوحدة غلبانا هيضيع مثلا الزنا اللي أنا عانش فيه أو السرقة اللي أنا بعملها بضمير ميت برتشي إزاي الناس فكرة إن حاجات ممكن أعملها تعود وتكفي الأمور الغلطة اللي أنا بعملها بس هذا يعني ده منتشر جدا جدا خصوصا في الشعوب التي يعني بتحب التدين التدين هي قصة إن أنا بسدد نيابة عن نفسي اللي بشعر به من الزنب تجاه اللي أنا بعمله وحالتي وانهياري الروحي وبالتالي هذه المجموعة أيضا لا تشعر باحتياجها إلى المخلص لما تيجي تقوله إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ليه ليه يعني أنا كويس أنا صحيح بيوجعني ضميري بس بعرف أعمل حي بعرف أسددها بعرف أعمل الحل بتاعها يحضرني في كان زمان في حاجة اسمه بريد الأهرام كان إبراهيم مطاوع ويحضرني قصة كده عجيبة جدا عن ست يعني هي بتعترف مش معروفة بتكتب اسمها بحروف فبتقول أنا وقعت في خطة الزنة خنت جوزي وسرقته وبعدين ضميري واجعني وبقيت ندمانة بعدد شعر راسي بعدد الزفير والشهيق بعدد نفسي يعني فأنا ندمانة ندمانة قدرت تلم فلوس وتسدد جوزها من غير ما يحاس لكن بقي عندها إحساسها بالزم فبعتت لإبراهيم نافع وقالت له أنا عملت كذا وعملت كذا يعني يعني سددت كذا وروحت فتحت بيوت وروحت دفعت للغلابة وعمل أصوم وعمل أصوم وروح في الآخر قلت له هل من طريق آخر هل من طريق آخر لأن كل إحساسها برد الخطايا اللي عملتها ما كفهاش دي 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 بقى اللي ممكن تسمع فكرة المنقذ والمخلص اللي جاي خلينا نقول أول تنت مش على بقى اللي خالص تاني تنت وده يعني يواخد مساحة كبيرة هذا التنت اللي هو حاسس عنده طريقة أما بقى التنت الأخير اللي وصل إلى حقيقة انهياره الروحي وفشله الروحي وإنه ما عندوش أمل في روحه ويقف قدامي إزاي العدالة الإلهية بالحاجة اللي عملها ويحس إنه فاشل وإنه محبط روحيا وإنه ما عندوش أمل في نفسه وحاسس إنه يعني زي ما صرخ مرة في المزمور وقال إن أسامي يعني خطايا قد تمت فوق رأسي أكثر جدا مما أحتمل يعني كسرتني هذا الإنسان يسمع هذه البشارة الجميلة أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يستطيع أن يرفع عن كاهلك كل الحمل وكل الإحساس بالزنب لأنه شاله على الصليم هو جاي تولد عشان ديه عشان يرفع من عليك حمل المزنوبين وقالها ومحدش قالها في التاريخ ومحدش يقدر يقولها غيره قالها كده لكل الناس قال لهم كده تعالوا إليا إلى شخصي رب يسوع قالها عن نفسه تعالوا إليا جميع المتعبين تعبان من وجع الضمير تعبان من اللي عملته تعبان وانت مش قادر تنسى بشاعة الحاجات اللي انت عملتها دا في بعض المرات يبالبشاعة في علاقة مع عز الناس اللي لك خيانات وتعديات مش عايزين نحكي فيها في مناسبة العيد لكنه قدم هذه الدعوة اللي تولد المخلص اللي تولد تعالوا إليا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمان تعبان من اللي عملته على ظهرك حاجة تعالوا وأنا أريحكم أنا أنا اللي هو شخصه شخص يريحكم شخص يسوع يريح عشان كده هو مخلص شخصه يريح فدي كانت الدعوة اللي هو قدمها بنفسه وعندما بعد كده هيشيل هيدفع أمام العدالة الإلهية كل اللي انت أحزاننا حملها وجاعنا تحملها كله 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 هيشيله وحطه على الصليب وتطلع انت خفيف لما تتقابل معاه ويشيل من على ظهرك التقل وساعتها تدرك من هو المخلص اللي احنا بنحتفل بميلاده في هذه الأيام انك تقدر بعد كده تقول هذا المخلص خلصني الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي هذا المخلص خلصني ودي تبقى الأخبار الصارة ودي تبقى فرحة العيد ويبقى عيد جميل لك ان استمتعت بعمل المخلص في حياتك ساعتها دنياتك هتتغير وهتقدر تحس بالحرية لأنه يحرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا هتنطلق حر لأنه يحررك من تقل المسلوبية المخلص يخلصك من تقل المسلوبية ومن حالة من حالة الانهيار الروحي وتسمى يسوع ويسوع يعني مخلص يعني منقذ وما فيش انقاذ بدون تمن وبداية دافعة تمن كان بيت لحم هو فيه طفل لما يبارك ميلاده الشيخ العجوز فيه طفل لما يبارك ميلاده الشيخ العجوز يقول لأمه لازم سيف في نفسك يجوز ولا فيه طفل يقوله من آخر الدنيا مجوز شايلين كنوز وكنوز دهب ولبان يمكن لكن المر المر هدية لطفل يجوز اللي ان كان مولود علشان ما يدفع التمن فدفع التمن لجل ما العدل الالهي ياخد مجرى ولجل ما النعمة تظهر في الزمن